قبل الأوان بنتكلم الحقيقة يمكن احنا عدنا بموسم صعب جدا موسم طويل جدا وده أدى إلى حالة طبعا بعد وصول أهلي والزمالك الحمد لله لنهائي دوري أبطال أفريقيا أدى إلى مشكلة يمكن تبان أصارها بشكل كبير السيزن اللي جاي لأنه السيزن اللي جاي الحقيقة مزدحم جدا وحضركم عارفين أنه الأجندة الدولية بسبب توقفات الكثيرة جدا في 2020 بسبب فيروس كورونا طبعا اترحلت أو اتشفتت سنة قدام وعشان كده بقول لحضراتكم من النهاردة أعتقد أنه الأندية والأجهزة الفنية على وجه التحديد فرصها صدع شديد جدا إزاي هتتعامل مع موسمين يكادوا يكونوا متلاحمين في ظل الارتباطات كبيرة جدا على المستوى الدولي عندنا منتخب أولمبي بيلعب إن شاء الله يعني يلعب في أولمبياد توكيو وعندنا منتخب مصر بيستعد لكاس العالم ولكاس الأمم الأفريقية 22 في الكاميرون وكاس العالم طبعا فأنا أتكلم على سيزن مزدحم جدا إزاي المدربين وإزاي الأجهزة الفنية يتعامل مع ده خصوصا إنه اللاعبين في النهاية بشر وليهم طاقة معانا خذوا بالحضراتكم كمان إنه الموضوع ممكن يكون ليه علاقة شوية بفكرة التغيرات اللي حصلة أنا بتهيل إنه السنة اللي جاية هتكون بداية صهور طرق جديدة في اللعب يعني التغير اللي حصل على سبيل مثال في فكرة ضربة المرمى اللي كان بيبقى غير مسموح لحلس المرمى اللعبها غير برا السندوق حالكم عرفين القانون تغير ده أدى لإيه لو بتابعوا مطشط أوروبا أدى لفكرة إنه التحضير دايما بقى من وراء خالص وأدى كمان من ناحية تانية إنه ضغط الفرق الكبيرة بالذات بيبتدي من قدام هنتكلم في كل التفاصيل دي وهنتكلم طبعا وده يهمنا بشكل رئيسي على منتخب مصر ومواجهتين هيلعبهم مع توجو زهابا في القاهرة وقيابا فيه لومي مع واحد من نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر كابتن عادل عبد الرحمن ضفنا فيه السادسة مسأخيرة يا كابتن عادل مساء الخير أولا أنا سعيد بتواجد معاك يعني أنت يعني من ناس ناس لازم تعرف أن أنت من ناس القدامة معلميا قوي يعني ما شاء الله يعني والذي نتفرج عليك من زمان هبتدي الأول قبل ما أدخل في الأحمال وتلحم المواسم ما يهمني الأول أتكلم معك شواء عن منتخب مصر لأنه للأسف رغم أنه المجموعة مفترض أنها كانت تبقى سهلة نسبيا بالنسبة أنها بنتكلم على توجو جزر قمر كينيا ولكن يعني ترتبنا فيها المطشين اللي عبناهم ما أخذناش النقطتين إزاي بتبص لمواجهة توجو وهل بتشوف أنها مواجهة صعبة زهابا وقيابا نلعب قاهرة وهنلعب لومي ستة نقطة شايف فرص منتخب مصر في المطشين إزاي طب خليني بس أرجع لحتة المجموعة سهلة وصعبة أقول لك حاجة ممكن تبدو أنها غريبة أي مجموعة هتلاقى بيتوجد فيها مصر على مدار التاريخ مباراة متبعدة بتبقى صعبة عليك لكن أي إن كان أسماء الفرق عشان التحضير والاستراتيجية أنت تلعب بطولات مجمعة زي الفل بدليل أنك تكسب كاس أمم أفريقية تكسبتها ثلاث مرات مع كابتن حسن شيحاتا وراء بعض ومع كابتن محمود الجواري رحمة الله عليه صحيح ولكن لما تيجي تعمل معسكرات طويلة الأمد أو فكرة أنك أنت هتلعب توجه هتلعب أيهم من الفرق مصر فرقة كبيرة يعني مصر هي الأولى في أفريقيا علشان عدد عدد البطولات طبعا ولكن أنت دائما في الحتة بتاعت التحضير للمباريات على الأزمنة البعيدة استراتيجية أنك أنت الدور بتاعك يبقى منتظم علشان تلعب إمتى وعلشان تحضر منتقبك إمتى وعلشان الحاجات دي إحنا عندنا في أكسور طول عمرنا والحالة دي كلها والحالة دي الناس دلوقتي بدأت تتعدل شوية عندنا من اللعيبة المحترفين الكتير لو عندك عدد من اللعيبة المحترفين تقدر الاستراتيجية بتاعتك تشتغل غزمين عنك اللي هو في الأجنتة الدولية أو في الأزمنة بتاعت إنك تجيب لعيب المحترف لكن أنت أحيانا تدي معسكر طويل ما يستهلش وأحيانا تدي معسكر قليل وأحيانا تجهد اللعيبة وكتير من الوقت وكتير من الوقت ودي حقيقة يعني وكتير من الوقت أنت ما بتحضرش بممريات ودية كويسة يعني أنت إلى الآن ما لعبتش مباراة ودية مع المنتخب ده إزاي يعني ده دفح حسابتك لمекоторش توجه طبعاً لقني الناس ترجع تقول طب برضو أهل والزمالك ما بلعبه في البطول أهل والزمالك عنده ما يوازي تسعة لعيبة محترفين فالأهل والزمالك في تسعة لعيبة محترفين أنت محتكتش باللعيبة بتاعت منتخبك أو مدرب جديد زي كابتن حسام البدري ماسك الفرق عاوز يعمل السيستم بتاعه أو حاجة يعني تحضيرات كتير أنت ما عملتهاش وفي فرق مسيلة لك عملتها القماشة اللي مع كابتن حسام البدري القائمة النهائية اللي أعلن عنها من وجهة نظرك تخدمه أو تعود القصور اللي موجود في الجزئية دي ولا شايف أنها مش هتسهل المهمة هو تلع زي كابتن حسام وخد أكتر عدد ممكن من اللعيبة الأهل والزمالك اللي هم احتكوا كتير أو يلعبوا كتير والغير اللعيبة المحترفين القائمة جاب كل اللعيبة المحترفة يكاد تكون بره وكمان في عدد كبير من لعيبة الأهل والزمالك متواجدين وبرميز كمان فأنت بتتكلم في ناس كانت بيتلعب مباريات ومباريات قوية جدا في كاس الأمم بعد الرجوع من كورونا في الوقت ده لعب مباريات قوية لعبه قبل انهائي ووصلوا لنهائي كمان حتى برميز فرقة اللي خدنا الكابتن حسام خد مجموعة منها كانت بتلعب نهائي الكمفو درليل ايه المطلوب من المطشين اللي جايين احنا طبعا يعني بتالي برضو بيخدمنا أكتر نمطش الأول مواجهة لقولها هتكون في القاهرة وبعد كده هنسافر توجه بعدها بتلاتيين ايه المطلوب من العلامة الكاملة زي ما بيقولوا من وجهة نظرك المنتخب يحققهم في المطشين اللي جايين وازاي من وجهة نظرك ده ممكن يحصل يعني انا متخيل انك لو خدت الست نقاط هترتاح جدا وهتوصل لكاس الأمم وبعدين عندك انت أكتر من لعب محترف الدوري مضغوط عندهم قوي زي محمد صلاح وزيزي جيه فانت بتتكلم في إجهادات وبتتكلم في السفر وحاجات كده بس بحسابات الأسماء كابتن عادل يعني انا بشوف انه توجه ممكن تكون أقوى فرقة هي بتتزايل المجموعة طبعا بس ممكن تكون أقوى فرقة بتنافس مصر في فكرة التأهل هل ده من وجهة نظرك برضو ما يكونش واحد من الحاجات اللي ممكن صعب المواجهة هو أكيد المواجهة التانية أصعب المواجهة الأولى بتاعتوجه المواجهة الأولى يعني أقول على ملعبك ورغم ان بعد الجمهور في الوقت الحالي ما بقاش حتة ملعبك أو خارج ملعبك كبيرة أو بتفرق كتير قوي يمكن الثقافة دي خلاص انتهت في العالم ممكن كورونا علمت الناس هما في أوروبا الثقافة دي موجودة فيبطولة أبطال أوروبا بتبقى موجودة مش من زمان تخرج تلعب بره تخرج تلعب في أي حتة فأنت بتلعب لأسمك وبتلعب للمكسة بالتلاثة نقاط لكن في أفريقيا والعالم التالي في الكرة لسه حتة الملعب حسابات الملعب ولسه في عالم تلعب في الكرة كابتن ألم ها فيه طبعا عمر ما الدنيا هتبقى الليفلات يعني مش هينفع أن هي بس بتكلم مثلا على مستوى القارة الأفريقية بتهاري الكرة في أفريقيا دهارت كتير جدا في العشرة سنين الأخرانية أكيد ولكن وبنشوف فرق ملهاج تاريخ أو منتخبات ملهاج تاريخ عندها ممكن لعيبة في المحترفة بره أكتر حتى من المنتخب المصري بكل التاريخ والعريض وكل البطولات اللي خدها كمنتخب يعني على مستوى القارة الأفريقية وكل البطولات اللي حققتها حتى الأندية المصريية على مستوى القارة الأفريقية خد أقول لك يعني حاجة مهمة كل الأندية اللي بتلعب لعيبتها بيلعبه في أندية كبيرة قوي كل المنتخبات اللي لعيبتها بتلعب في أندية كبيرة قوي شوف تاريخهم في أمم أفريقيا مثلهم تاريخ قليل اللي حاجتين الحاجة الأولانية عدم مجيهم لفرقهم وحتى لو جملة فراغهم بيجوا مش قادرين. ولكن في تصفيات كاس العالم تلاقيهم شأن تاني وشكل تاني. لأن برصة كاس العالم يجب برصة الأمم الأفرقية. دي حقيقة. لجب نعترف بكده. انت لعبت فينال 2006 مع سحل العاج. كودفوار. وكودفوار كانت فيها. منتخب عظيم. فيهم أربعة. كان فيهم ساعتها أربعة شيلسي. يعني توري ودروكبا وزكورة. وزكورة كانت توتنهام. وعبدالله ميتة. ودينة دولة. يعني عايز أقولك على ودروكبا ويايا ويايا. يعني انت بتتكلم في لعيبة جامدة وبتلعب في أفضل أنديت. وبوكا كان بلعب انطلقت فرانكفورتي. يعني حاجة كانوا يعني حاجة كان. ولكن الموضوع ان هم هيخرجوا من الملعب مش رايحين بلدهم. رايحين برا هنا و هنا عشان الناس مش. لكن لعبة مصر هتفضل عايشة في البلد وتفضل تتكلم. عشان كده لما تيجي الناس ما بترداش بأداء اللعيبة المحترفة عندك ليه. هم افتكروا ان اللعيب المحترف ممكن يضحي بناديه وممكن يعمل. يعني ديك مثال انك انت في مثلا صداع في ريفربولي. في الوقت الحالي من دلوقتي. عشان صلاع. سبعة وفي يناير. ايه. وفي يناير ايه مش السنة دي. انت بتتكلم في 2022. فانت بس في الصداع شغال من دلوقتي. ايه. خلي بالك. والفكرة بتكمن ان ازاي يتجاوزوا الحاجة دي علشان كده. كالسي الأمم الأفريقية في الاتحاد الدولي كتير او بيفكروا ان هو يبقى في شهر ستة او شهر سبعة. عشان يبعد عن الارتبطات بتاعة الاندية. لان هي فلوس. ويعني يعني. وبيزنس طبعا. بيزنس. طبعا. تعرف ان الليفربول. لو محمد صلاح. جيه في البطولتين. كنادي. يغسر في الرعاية بتاعته اجزاء من فلوسه. حاجات احنا لسه ما بصناش عليها اولا شوفناها. صلحتنا بقى ان لعبة المنتخب المصري تحترف برا دا يبقى مشكلة بالنسبة لنا مش حاجة نسع عليها او نتمنيها يعني. لا لو لو زي زي اوروبا. لو زي اوروبا انت بتلعف ازمين او اوقات كويسة. يعني يعني ما فيش حاجة اسمها بطولة تتلعف في يناير. يعني انت في يناير انت بتتكلم في انتقلات شتوية ما بين اندية. فبطولة افريقيا لازم يتغير تاريخها. انت غيرت انت نجحت في حاجة في بطولة افريقيا انت كانت زوجي. والزوجي دا كان كاس عالم. انت دلوقتي بدأت اعمله فردي. علشان تمعد عن العام بتاع كاس العالم. طيب. خليني ااخد حضرتك للمنتخب مصر بشكل عام. قبل ما اقفل صفحة المنتخب بروح لفكرة سيزن الجديد. ووصلنا انهائي بطولة افريقيا بعد معاناة لسنين طويلة وصلنا. ووصلنا كاس عالم برضو وصلنا. ولعبنا بطولة افريقيا على ارضنا وبين جمهورنا. كان فيها حضور جماهيري اكتر من رائع. ولكن خرجنا من الادور. يبدو ان المنتخب برغم ان القماشة اللي عندنا تقول عندنا لعيبة محترفة. فقندية كبيرة. مش قليلة. مقارنة بالاجيال اللي قبل كده. عندنا الاهلي والزمالك دايما في بطولة افريقيا. زمالك واحد كونفدرالية الاهلي. وصل للنهائي. وصل للنهائي تاني. يعني في حالة زخم تقول ان القماشة بتاعت اللعيبة على اعلى مستوى. ورغم كده المنتخب وكأنه فقد هيبته. يعني وكأن المنتخب فقد انيابه. مش قادر. مش هو ده منتخب مصر اللي عودنا. حتى في اسوأ مراحل دايما موجود وحاضر وبينافس. هل شايف انه احنا على عتاب المرحلة دي تنتهي ولا هتكمل معنا شوية كمان. هي التكملة في الناس اللي بيقودوا في الادارة. اللي بيتدير المنتخب. مش المدربين ولا لعيبة كرة القدم. يعني انت بتتكلم وحضرتك تكلمت على كاس الامم اللي خرجنا فيه خروج مزل. انا بعتبره مزل. لانك انت افضل كاس امم ده في التاريخ افريقيا. تحضيرا وتجهيزات واستعداد. واستعداد. وانت عملت كمصر عملت كاس امم تناسب. متخيله. مثلا يناسب زي كاس العلم. اللي عملت روسيا. انت عملت ملاعب هيلة تنظيم على اعلى مستوى. فكر على اعلى مستوى. لكن غزلونا في الاخر بالنتيجة. دي حقيقة. مصر ما تستهلش كانت من اللعيبة او من الجهاز. وانا بقى مش بقول اللعيبة بس. او من الادارات. انت لازم تعرف ان الادارات هي اللي بتفشي للمنتخب. يعني. يعني. مشكلة حقيقة من وجهة نظرك. لا يتحملها لعيبة منتخب مصر ولا الجهاز الفني المنتخب مصر في التوقيت ده. لا. مع هو جزء من الجهاز الفني اللي انت بتختاره. مع انت اللي بتقود دفة كرة في مصر. انت اللي بتختار مدرب كاسة. مدرب المنتخب. انت لو تتخيل المدربين اللي جوم اخر كوبر واجيري. اللي اتنين لما جوم منتخب مصر. جابوهم ازاي. مين متخصص جابهم. انت ممكن تكون سيفيها كويس قوي. ما هو فيه مدرب منتخب. وفيه مدرب نادي. يعني كابتن حسن شحات على سبيل المسال. ده مدرب منتخب. لو اشتغل في اندية ما اشتغلش كويس. واثبتت التجارب الا كان في البداية. بعدما درب منتخب خلاص. بقى سيستم بتاعه كده. ممكن كوبر يبقى مدرب نادي كويس. او اجيري ممكن يبقى مدرب نادي. لكن ما يبقاش مدرب منتخب. او كمان على سبيل المسال. الفرق بين الاتنين ممكن توضحها. اه فيه فرق كبير جدا. انت المدرب النادي استراتيجية بتتعمل يومي. مدرب المنتخب استراتيجية انت ممكن تعملها على مدار ست شهور وسن واثنين. عشان تعمل معسكرات. وعشان تخرج ازاي. وانك تنقل المنتخب ازاي. او بالمعنى الاصح الخامات اللي انت عايز تعملها بطريقة لعبك. رغم ان المنتخب يعني المفترض عندك القماشة اعلى. وافضل ان النادي انت عندك قيمة. القيمة موجودة معك في النادي. مالفروض عليك. مالفروض عليك. لكن انا المنتخب ممكن اشوفها. واختصرها لك في كلمتين. في المنتخب المدرب اللي بيعمل طريقة اللعب. في النادي اللعيب هي اللي بتعمل طريقة اللعب. بمعنى ان المدرب هو بيلعب مثلا اربعة اربعة اتنين. فياخد منتخبه على اربعة اربعة اتنين. حسام البدري مدرب نادي ولا مدرب منتخب. او ما دربش منتخب. او مدرب نادي. المواصفات والمقاومات. لحاجة بتفرقت بينها بين مدرب نادي ومدرب المنتخب. شايف كابتن اسم حسام البدري ينطبق عليه اكتر اي موديل من الاتنين. ينجح اكتر كمدرب نادي ولا كمدرب منتخب. انا شايف انه مدرب منتخب ينجح أكتر بشرط واحد في حاجات ممكن يتخلى عنها هيبقى أفضل من كده ألف مرة زي إيه كتن عادي؟ لا يعني ديناه على سبيل المثال الصورة تبقى كاملة بس لا يعني وجهة نظري الناحية النفسية ناحية النفسية؟ اه بتاعة اللاعبين اه ممكن يعني على سبيل المثال مشى الحاصل يعني ممكن دخل نفسه في مشكلة مثلا بتاعة مصطفى محمد مفيش مدرب منتخب في الدنيا ممكن يتكلم على لاعب عنده على الملأ في الإعلام انت لو بتنتقد لعيب انتقده بينك وبينه او لو انت عاوز تتكلم كويس على لعيب المفترض انك انت متكلمش عليه في الإعلام عارف ليه؟ انا دلوقتي مثلا افضل لعيب في مصر في الوقت الحالي موجود مثلا محمد صلاح انا مقدرش ان انا اتكلم على محمد صلاح مجازا يعني ان محمد صلاح هنه هاخده ومش هاخده او وهو عنده حاجة ومعندوش حاجة هديجي في الوقت انك انت بتختار في المنتخب هتتورط يعني انت مثلا اتكلمت وقلت مصطفى محمد وده شفناك تصريح ناقص حاجات عاوز شغل كتير خدته في المنتخب يعني انا كنت من وجهة نظري ان الكلام المفترض ما يتقلش خالص فهي فهي دي اللي انا عايز اقولك في المنتخب محتاج الكلمة عاملة زي الرصاصة لو خرجت لازم تخرج صح طيب مشوار منتخب اولمبي مشوار منتخب اول اهلي وزمالك وكان معانا بيرامتز برضو قريب في نهائي كونفدرالية واهلي وزمالك عندهم نهائي بطولة الشهر ده نخش بعدها في شهر 12 في موسم جديد عندنا اولمبيات السنة الجاية عندنا تصفيات افريقيا وكاسعة يعني سيزن اعتقد فيه منتهى 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 الصعوبة جاي بعد سيزن اريدي طويل جدا يعني سيزن اللي احنا فيه ده تقريبا سنة وشهرين اهو كان فيه مشكلة كبيرة في قرورنا طبعا ازاي ممكن نتعامل وزاي نحط سيناريوهات متوقع عشان ما يكونش فيه ازمات السنة الجاية ده هيكون سؤالي ليك كابتن عدل بس بعد ما نروح لفاصل سريع ونرجع لمشاهدين مرة تانية اهلا وسهلا بحضرتكم مرة تانية ومرة تانية برحب طبعا بنجمينا كابتن عدل عبدالرحمن ضيفنا في السادسة وكنا قبل الفاصل بنقول كابتن عدل هنتكلم على فكرة تلاحم المواسم فكرة الاحمال فكرة المشكلات اللي ممكن تنتج عن المشاركات الكتيرة جدا سواء للاندية او للمنتخبات الاول والاولمبي في السنة اللي جاية بس لقطة اخيرة بينما نحن كنا نتكلم على الماتش ازمة شارت الكابتن دي شايفها ازمة ممكن تكون يعني ليها تأثير ازمة كبيرة ولا الموضوع مشكلة مفتعلة وممكن انها حلها انها تتحل بمنتهى البساطة هي بمنتهى البساطة زي العالم كله ماردونا كان اصغر العيب في المنتخب وكان هو كابتن التيم ميسي اصغر العيب كان في المنتخب هو كابتن التيم انت عندك قيمة اسمها محمد صلاح ده وجهة نظر يعني عندك قيمة اسمها محمد صلاح استثنائي لازم ياخد شارت الكابتن اتحلها كده يعني هي مفهش زكاء ولا نصاحة فكرة الاقدمية وفكرة لا مع المنتخب امتا ما هو احنا احنا ليه بنتعلم من الاوروبيين حاجات بسيطة بس وما بناخدش الحاجات المهمة اللي عندهم ما دي حاجة منا كريستيانو رونالدو طول عمرو كابتن منتخب البرتغال الا لو فيه لعيف فزة اوي زي كريستيانو كممكن ياخدها معا لكن انت بتتكلم كل منتخبات الاعلم الكبيرة اوي اللي هي فيها لعيب عظيم مثلا محمد صلاح اقم افضل تلاتة لعيبة في الاعلم في الوقت الحالي لازم نعترف بدي يعني انت عمرك ما كنت متخيل ان فيه لعيب يلعب في الدورة الانجليزة عندك بالنجاح طب من وجهة نظر صلاح من وجهة نظر محمد صلاح بعد ما وصل للنجاح الكبير ده تفرق معه معوضوع الشرق يعني لو محمد صلاح لابس شرط المنتخب هو في الملعب تفرق معاه ولا اي حد تاني لابسها لا يعني اقولك حاجة محمد صلاح يدي للشرق تقلي في الوقت الحالي ويدي المنتخبك تقلي في الوقت الحالي هم بيحسبوك كده على فكرة ويدي للحكم تقلي خلي بالك الحكام برضو لما بيكلمه كباتين التين بيكلم نجمج لما يكلم لعيب عادي صحيح في نفسية الحكم خلي بالك لما يجي ياخد معاه قرار ولا يتكلم معاه فيه كلام كده ده افضل لاعب في العالم يعني دي حاجة كبيرة او ان انا واقف اتكلم معاه ففي حاجات بتتتبع بيبقى ليها حسابات حسابات وحسابات وحسابات احنا الى الان مش عارفين نلمس فيها لازم نلمس فيها شوية مفيش يعني انا من الكابتن حسام البدري محمد صلاح كابتن منتخب واجيب اقدم لعيبة لكن ايه يعني اللي يزعل اللي يزعل يتفرق على ايه الفكرة انا كنت بقول ده كابتن عادل في اول الشرى دي مش روتبة يعني الشرى دي مكانة وشخصية ومهرات قيادة يعني والحقيقة انه اه محمد صلاح حامل انجازات لكن هو الاهم كمان قدرته على قيادة الفرقة جوه المستطيل لقد اتكلم كلمة واحدة بس في الموضوع ده انت عارف ان حتة الكابتنة في المنتخبات الكبيرة وفي الاندية الكبيرة ايه ما بتبقاش مهمة اوي عارف ليه لان اللعبة من السستمة كل لعب عارف اللي ليه واللي عليه ما ينفعش دلوقتي تحط مخبر على العيب طيب نروح بقى الموضوعنا التاني وده اللي يمكن يكون زي ما قلت في بداية اللقاء مع كابتن عادل قبل فوات الاوعيات كلمنا على تلاحهم مواسم كلمنا على موسم أورادي احنا بنخلصه وبنفنشه دوقتي موسم طويل جدا وموسم جاي زحمة جدا وبالتالي عندنا مشكلة كابتن عادل في فكرة اللوض على اللعيبة موسمين داخلين في بعض والتزامات كتير جدا للاندية والمنتخبات وهبتدي الحقيقة بفكرة الأحمال حاجة شايف انه احنا دخلين على مشكلة بالنسبة للعبين في الموسم اللي جاية ولا شايف انه الدنيا ممكن في ظل طبعا حندنا وسائل جديدة جديدة دخلت على الاستعداد والتجهيز والاستشفى وراء يعني يعني خلينا اقولك احنا من امتى بنسأل على المواضيع دي في مصر وبتكلمك بمتالأمانة طول عمرك الجدول بتاعك مش منتظم طول عمرك احنا كمدربين بنفجأ ان انت بتعمل ثلاث فترة أعداد في الموسم ولكن خلينا نتكلم ان ده اقدر وقت خد فيه لعيبة راحة للسنة دي اللي هي الاربع شهور او خمال شهور بتاع كورونا فانت بتتكلم في تلاحم موسم مش في السنة دي السنة دي ما فيهاش مشكلة كبيرة هي بس الجدول بتاعك اللي هو يبقى مضغوط شوية والعالم كله كده انت في وقت استثنائي في العالم وليس في مصر بس كل اللي حتى انت كنت تخيل في دماغنا ان يكون كاس أمم أوروبا اللي هو او شامبرونزليج في أوروبا يتلعب بدون جمهور ما ينفعش ولا دورة مجمع ده خسره مليارات المليارات انت فاهم؟ ولكن انت لازم تتعايش الناس كلها بتتعايش لما تيجي تتعايش تخسر أقل حاجة ممكنة عشان لما تيجي تخسر أقل حاجة ممكنة تعمل زي ما لما رجعوا الكورة احنا هنشوف يعني لقطات كده احنا مجهزين حضرتك تمارين من أكبر يعني الفرق في أوروبا حقيقة علف انه المطشط في أوروبا سواء في دوريات كبيرة او في الشامبينزليج او في أوروبا ليج في تلاحم في رتم اقاع سريع جدا في بعض الدوريات ممكن تشوف مطشين وتلاتة انت بتتكلم في الدوري الإنجليزي دوري ثلاث مباراة في الأسبوع صحية مش في الدوري ما بين أبطال أوروبا المعلومة اللي بيقولها طبعا ده مثلا جزء من تمارينات بشرونة وجزء من تمارينات الباير بس الوقت امتى بمعنى ايه الوقت يعني ممكن ميكونش الأيام دي ممكن يكون قديم لا انا بتتكلم في فكرة انه حاجة بتقولي دلوقتي انه ممكن الناس كتير جدا في أوروبا تبقى فاكرة انه او الناس كتير هنا تبقى فاكرة انه الناس في أوروبا ومدربية الأحمال في أوروبا بيشتغلوا وبيواصلوا الليل بالنهار وده موضوع مش صحيح خالص يعني ممكن حتشح لنا ده ازاي اي 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 وليه عندنا الوضع هنا مختلف في مصر اولا اولا لازم نعرف انه مثلا الدوري الإنجليزي لما نيجي نتكلم عليه حتى بيسمون أسبوع الإنجليزي الأسبوع الإنجليزي بيتخللوا بمبارياتين ومبراف كاس أمم أسبوع والأسبوع الثاني يعني مثلا الأسبوع ده بيلعبوا ثلاث مباريات الأسبوع اللي بعده لعبوا مبارياتين الأسبوع اللي بعده بيلعبوا ثلاث اي التمرينات دي بالمناسبة بالتالي دي كانت عادة كلها جديدة يعني بيكلم في قلال الثلاثة أو أربعة تيامة الأخيرة اللي احنا فيهم دول اوكي ده انت في حاجة في حاجة في الميديا وانت أستاذ وعرف الحاجات دي أنا ممكن أكون مدرب فرق أو منتخب عشان لما تيجي تصور معايا بصور بطريقة لكن شغلة تاني بطريقة تانية اي وقت الكاميرات مهمة موجودة في شغل اوما الكاميرات تطلع في شغل تاني في شغل تاني ده دي ميديا يعني لازم الناس تعرفوا لكن مش هيديك الاسلوب بتاعه ويخليك تعرضه على العالم كله علشان الأندية تاخد منه تمام فما فيش الكلام ده يمكن اللقطات اللي احنا بنتفرج عليها دي كلها لقطات عادية للتصوير ولكن خلينا نتكلم في حتة تلاحم المباريات ما فيش حاجة اسمها ممكن مدرب أحمال يدي أحمال للعيبة هو اللي بيشتغل فيه بس في الوطرة دي بيشتغل حاجة اسمها استشفى والاستشفى ده علم كبير قوي هنا المدرب بتاع الأحمال المفترض انه هو بيبقى شاطر في دي او مش شاطر في دي لو هو شاطر في دي انه هو بيرجع اللعيب للاستشفى بتاعه ودي زي ما تقول موضة بتبقى موضة يعني انت مثلا ديك على سبيل المثال احنا لو تكلمنا في التمانينات الاستشفى ممكن تلعب مباراة بعد المباراة بتعود لك حوالي 72 ساعة حدا ما ترجع للاستشفى بتاعك ده في التمانينات في التسعينات كان بقى تقلت المسافة شوية انت في الوقت الحالي من الأجهزة وغرف اللي هي الأكسوجين ودي حاجة مهمة والحاجة التانية اللي انت بتتكلم فيها انك انت مدرب الأحمل بيشتغل في عكس الدور الدموي حاجات كتير قوي في الاستشفى والتلج والعوض وزون حاجات يعني انت بتتكلم في حاجات كتير قوي ممكن رجعت الاستشفى لتسعتاشر ساعة والأوروبين بيعملوا كده مع الصفر انت ممكن تلاقيهم بيلعبوا بعد 32 ساعة 33 ساعة مباراة بيلعبوا وبيلعبوا مباراة تانية هي النزل بتتكلم لغة تانية غير اللي حم نتكلمها كابتان أكيد طبعا بيتكلموا لغة تانية خالص اللي هي لغة الفكر بتاع الاستشفى ده فكر عالي قوي لغة ان انت متجهدش لعيبك في التمرين طب قدما تجهد في المقريات انه السنة اللي جاية يعني من هنا الستاشر الشهر اللي جاية من من اول اتناشر ابتدي السيزن عندناها في مصر لغة لما نروح كاس عالم 22 ان شاء الله لو قدر لنا ان شاء الله شايف انه انه احنا لابد ان الحاجات يتتاخد في الاعتبار شايف لابد ان احنا نبتدي نجهزها من بره ودي مسؤولية مين هل هنا بنكلم الاندية خصوصا الاندية كبيرة زي الاهلي والزمالك اللي بالتأكيد هتشارك في بطولات كتيرة جدا وبالتأكيد قوام المنتخبات الاساسية سواء اولمبيا او منتخب مصر الاول هيبقى مابني على لعابتهم ولا بنكلم اتحاد كورة ولا بنكلم مزارة شباق يعني بنكلم مين مسؤولية مين هي المفروض منظومة كاملة يعني مفيش حاجة بتبقى فردية خالص انت لو في عندك عنصر مكسور في الوسط في وسط الترس اللي انت شغال فيه هيأثر عليك جامد قوي المفترض ان الاتحاد الكورة بيعمل البلان بتاعه كويس وعامل كمان بلين او 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 بي علشان لو حصل ايه ممكن يرجع ايه يعني انت ممكن مهدد في حاجة تانية مهدد بقفل تاني في كورونا العالم كله ممكن يقفل كده فانت هترحل تاني فانت خلي بالك ومهدد جدا انك دب عندك مشوار مطش مهمة في كاس العالم تلاقي عدد كبير من اللعيبة مش موجود والاهلي والزمالك عينه السيزن ده في انهاياته يعني احنا من بعد توقف كورونا كابتان عز وتفتكر احنا خط هجوم النادي الاهلي تقريبا كان يعني اجناحة الاهلي مكادش موجود ايقاف او اصابات بعد شوية رحنا للخط الدفاع بقى احنا لعبنا مطش الوداد تقريبا ما كانش فيه يعني لعيب احتياطي عندنا عددك بره بنلجأ دايما لفكرة التبديل في رئيس الرداء رداء مع زمالك اه عندها عدد كبير ما انت في وضع استثناء احنا اتكلمنا فيه يعني انت عارف ان العالم كله في الوقت الحالي بيعدي بس بيتعايش بيتعايش مش لازم يعمل كل اللي هو رغبه وكل اللي هو عايز انت عارف دي انت دايما ايه عايز تقول اننا كويس عايز تقول اننا ما عنديش اي مشكلة ما عنديش اي حاجة فانت بتاخد اقل خسارة وبتشتغل عليها علشان كده احنا لما نيجي نعمل منظومة بتاعتنا نشتغل عليها كده انت تشتغل على السيناريو الاسوأ دايما اي 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 قائد او اداري لما يجي يشتغل يعدي الموضوع تعدي الاسوأ مش الافضل وبعدين تنزل من الاسوأ لتحت لتحت يا حد اما تلاقي السيناريوهات كلها انت عملتها عشان لما توصل تخلق الاولاني يفشل عندك تدخل في التاني تدخل في التالي هي دي البداية فانت عندك المشكلة في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيها عندك منتخب مصري مثلا عنده تصفيات كس امم انت بتشتغل فيها هترجع النادي الاهلي والزمالك هيلعبوا بعد سبعة وعشرين وبعدين لازم تخش في دوري وبعدين لازم هتشتغل في تصفيات تالي عندك اهلي والزمالك في بطولة دوري عبطال وعندك بيرامدز مقاولين في كونفيدرالية وعندك تصفيات كاس عالم وتصفيات افريقيا وعندك اولمبيات وعندك اولمبيات يعني وضع غير لا هو وضع ماشي هو وضع سسنائي بيحصل في العالم كله بس انت بتشتغل فيه كله بيشتغل كده دلوقتي هو اللي يقع منه يقع بمعنى ايه بتكلم في الكورة يعني المبارات مش لازم تبقى مبارات عظيمة قوي ده انت بتتحيل على الامر يعني مثلا في الدوريات الاوروبية بيشغلو لك الصوت الجمهور علشان يحسسك هو ده احساس بانك انت كبني قدم عايز تتعايش انت فاهمني ولكن ده صخب ومش تلاقي الهجمة شغلة وواحد بيحيي جمهوره يعني حتى في دي انت بتتكلم في انك انت عايش بس فانا في الوقت الحالي لازم انا عايز اعيش ولازم اعيش ولازم الكابتن حسام مثلا كمنتخب على الاقل لازم يبقى في جعبته حوالي 40-45 لعيب زي ما انت قلت يا سيد احمد انت قلت كلمة مهمة قلت ممكن في لحظة ما يلاقيش 7 لعيب ما ليش 10 لعيب ما يلاقيش 12 انت منتخب غير نادي عارف ساعتها يقولك ايه هيقولك لا اختار من عندك انت عندك قماشة يعني انت القيد بتاع المنتخب ممكن يدخل عارف بيبقى دي كل اللي بيمرسوا قورة القدم في مصر ده قيد منتخب بلدك تلعب بي فساعتها لما لو واقع منك 20 اقولك هات 20 غيرهم فمش هيأجلك مباراة فيجب على الكابتن دي من ضمن الاستراتيجيات افتكر ان هما مبصوش عليها انت لازم تكون انت عندك عدد من اللاعبين حوالي 50 لعيب ولازم يعلنوا انت لازم تقول يعني انا لو كنت من الكابتن حسام كنت اعلنت المنتخب مصر 50 بس ااخد منهم 20 ااخد منهم وعمل قائمة مبدئية كان فيها عصد اكبر طبعا من قائمة نهائل اللي اعلن عنها مؤخرا بيبقى 5-6 لا انا اعرض 40 كابتن محمود الجوار رحمة الله ليه اعملها لما اول لما رحنا كاس العالم قبلها اول التصفيات اعلن 60 لعيب في مصر دولهم قوامل منتخب القوم هيلعبوا بطريقته ويفهموا زماغه ويبقى فيه تجانس بينهم يطلع واحد يدخل واحد وعلشان لما يجي له واحد ما ياخدش وقت معاه وما فيش منع ان انا اعمل كمان اجتماعات بيهم اللعيبة 60 انا خدت 20 لعب 25 لعب في المنتخب كان جنرال الجوهري برضو طبعا ما هي كرة القدق بص المدرب حاجات صغيرة تفاصيل تفاصيل ممكن مدرب بيبقى سطحي وكان بيتصدم حتى يعني افتكلم كابتن جوهري في مناسبات كتيرة مش بس في امم افريقيا 98 اللي كسبناها اولا في كاس العالم ايطاليا 90 اللي رحنا له في اوقات كتير جدا كان لما بيبقى مسؤول كان بيبقى عنيد جدا في اختياراته في اوقات كتير جدا بيتهاجم وبنسمع حالة صخب عنيفة جدا ده الحاجة دي اللي قلتها لها دلوقتي كانت محمود الجارة لما كان بيجي اخد لعيب منتخب كان بيحطه تحت عني 6 شهور انت دلوقتي اللعيب اللي بيلعب مباراة وحدة كويسة بياخده المنتخب بمعنى انك انت ممكن ما تكونش لعيب عندك اللعب دولي لانه لازم الناس تعرف فيه لعب محلي وفيه لعب دولي ممكن تكون انت جامد اول في الدور بتاعك وعلى تاريخ وعلى مدار التاريخ مصر كلها فيه لعيب انت مش مقتنع به في المتشاط المحلية بتلاقيه في المتشاط الدولية افضل لعيب في الملعب علشان كده بقولك كابتن جوال لما كان يجي اخد لعيب يحطه تحت عني 6 شهور يعني اقولك حاجة سريعة كده كابتن جوال لما جي خدني المنتخب اول قعدة بيني وبينه فتح لي كتاب كده وقال لي بص انت لعب 16 مباراة بتاريخ 1 2 3 4 في الدقيقة 30 عملت ايه وفي الدقيقة 20 عملت ايه عشان كده نخدتك عاوزك تعمل 1 2 3 4 تقدر تقول لي دلوقتي ممكن مين اللي بيعمل الحاجات دي وخلي بالك اللعب المدرب اللي هو زي كابتن محمود الجواري كل كل مثلا جيل ييجي واحد زيه ده حقيقة يعني طيب لو خدتك لطرق اللعبة كابتن عادي يعني الحقيقة يعني انا كمان الفترة الاخيرة دي اغلب المتشاط في الدوليات اللي كان فيها مواجهات معارة تي يعني امبرح كنا بنتفرج على او من يومين كورفاج على من سيتي وليفر بول بلاها بروسيا دورتمود مع باير ميونيخ وابلاها كان فيه كذا ماتش التعديل الاخراني اعطيت الاحظ سليب اللعبة او طرق اللعبة التعديلات التعديلات دي تأثر عليها هل ممكن تشوف وبيتهيالي كمان ده هيزود اللوت شوية عن الناحية البدنية عند اللعيبة مساحة الملعب بقيت اوسع اللعيبة بتضغط عند الخط عند السيكس يارد فهل تتوقع انه تعديلات القانون تأثر على التاكتكس بساعة الفرق وبالتالي على الاحمال البدنية للعيبة اكيد طيب نتكلم على اللي هو التعديلة اللي هي ممكن القرى مش لازم تخرج بره الناس لازم تعرف ان دي تعملت علشان تزود الاهداف عشان حتة الضغط اي نادي اي ياخد الكرة من تحت ممكن تضغط عليه وشوفت اخطاء كتير وحصلت من اجوان وحصلت حاجات كتيرة اول ويمكن كان اكتر من وقت فكروا في تعديلات حاجات كتيرة ويمكن انا كان ليا نصيف في حتة التعديلات دي وانا كنت شجال في الدور السعودي كانوا في لجنة جاية من اتحاد الدولي بتروح على الخمس كرات كل بلد بيروحوا استطلعوا دور التعب بمدربين البلد ده وكانت سعودية عن اسيا وجنة وانا حضرت اجتماعات من ضمن الاجتماعات في اكتراحات انك تزود مساحة الملعب في اكتراحات انك انت تغير خطوط الملعب علشان تزود المساحة وتخلي نفس عدد اللعيبة وفيه كان فكرة انك انت تشيل لعب وتلعب بعشرة لعيبة يمكن كل ده احنا حضرنا وكنا احنا بنتناقش فيه مع الناس كل ده بهدف زيادة بهدف زيادة وطريقة اللعب يمكن لما وصلنا انا واحد من الناس فكرت اول حاجة لو زودنا مساحة الملعب هنقسر دوريين كبار قوي زي الدورة الاسبانية والدورة الانجليزية لان مساحة الملعب حوالين ما فيش اشتراك عندهم معظم انديتهم معظم استاداتهم ما عندهم اشتراك فمش تعرف توسع حتى لما انت كمان تغير خطوط الملعب هتبوز هوية كنت تبقى زي الراجبي ولو شلت لعب دي انا بقى ما اتكلمتش فيها ده انا جبت دكتور هو اللي اتكلم فيها عشان الضغط على اللاعب والجاري ممكن يعرضه اللي كان بيتعامل على احداشر هيتعامل على عشرة ممكن يعرضوا المخاطر كتير قوي صحية اه صحية وساعتها كنا نتكلمنا في حاجات لقد راحة حالات الوفاة والحاجات والضغط على القلب والحاجات دي كلها انت ممكن اللاعب وصل احنا وصلنا اللاعب دلوقتي انه بيجري 13 كيلو في المباراة و 12 في كاس عالم ممكن يجري 13 من 13 الى 14 في امم اوروبا كانوا بيجري 12 كيلو وصلنا يعني احنا الى الان الحمدلله احنا ما وصلناش للتسعة كيلو في المباراة يعني لكن انا بتكلم انه فيه احنا في الطبيعي اعتبر اهم اللي مش طبيعي اهم اللي مش طبيعي اهم وصلوهم لديه خلاص يعني الياقة البدنية وخلي بالك ضغط المباراة ما بيأثرش عشان عندهم استشفى جيدة بيرجعوا فيها يعني بدليل هديك دليل ان لعبة الهندبول ولعبة البسكت ممكن يلعبوا يوميا ولعبة الفولي مش بيلعبوا في الدورات المجمعة في كاس عالم مثلا ممكن منتخب هندبول يلعب تسعة مباراة واربعة تسعة ايام كل يوم مباراة كل يوم مباراة كل يوم مباراة كل يوم مباراة دي لازم نشوف الحتة اللي استشفى في الاندية دلوقتي الاندية اللي عايزة تكسب كويس لازم تدخل العلم بقى ويدخله حد بتاع استشفى وأحمال جيد جدا وواحد مخطط أحمال ولكن هيفشل شوية في مصر لانك انت مش عاوز مخطط أحمال دي انت عايز عبقاري علشان في لحظة واحدة تلاقي الموضوع تغير ووقفو لك دور بمناسبة الرشدة دي كابتن عادي الوصفة الصحرية اللي انت قلتها دلوقتي ايه اللي تحب تقولوا للعابة النادي الاهلي في مرحلة استعدادهم لنهاي دوري أبطال أفريقي يعني أنا عايز أقول لهم انتوا قديتوا أداء جيد جدا اشتغلتوا شغلة عالي قاوي في الفترة اللي فاتت في ظروف الحرج اللي احنا فيها والنادي الاهلي دايما متعود منكم على الأفضل والأحسن ومش عايزين نضغطهم خالص إلعاب القرة القدم إمكانياتكم تؤديكم ان انتوا ان شاء الله تنجحوا في المباراة النهائية والموضوع موضوع ان هو يوم لازم استعدادنا لي ونشوف جمهور النادي الاهلي تخيلوا انتوا لما هتسعدونا وتسعدوا جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي اللي يستاهل لان هو ده الصراحة يعني من وجهة نظري ان كيان النادي الاهلي جمهوره عامله حلواوي صحيح فعلشان عايزين نفرح الجمهور فإحنا وثقين طبعا في الله ثم في لعبتنا لعبتنا لعبة جيدة يقدروا يكسبونا الكاس إن شاء الله شرفتنا ونورتنا كابتنا شكرا جزيلا عبدك مع نفس سادسك وإن شاء الله نتقابل دايما إن شاء الله واشكر حضراتكم على المتابعة نقابل حضراتكم بكرة حلقة جديدة والسادسة تحياتي لكل الأهلوية اللي تابعوا حلقة النهار شكرا